إرهاب حوثي عابر للحدود ومتجاوز لكل الخطوط الحمراء يوضح بجلائن هدف هذه الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران في المنطقة لقد رأينا جميعاً فصلاً استثنائياً من فصول الإرهاب الحوثي تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة الذي لم يكن يتوقع الحوثيون الجحيم الذي سيلحق بهم بعد ساعات من عدوانهم وسيرون خلال الأيام المقبلة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تلك الجرائم الحوثية بل أن الحوثي قد انتهى سياسياً لاقترافه هذه الجرائم الشنعاء ولن يكون بمقدوره لاحقاً أن يتحول إلى كيان سياسي الضربات الموجعة التي وجهت تحالف العربي ودولة الإمارات إلى البؤر الإرهابية في صنعي والحديدة والتي أتت كرد على الإعدوان الحوثي الذي طلع أبوظبي جاءت كرد فعل أولي وطبيعي جداً ونتيجة لهذا الاعتداء الحوثي الإرهابي الذي لم نجد أسباباً له سوى أنه توجيه من نظام الملالي كورقة ضغط في مفاوضات بينا التي تحولت فيها ميليشيات الحوثية إلى مجرد تابع لإيران أو كنتيجة لحالة الإحباط التي شعرت بها الحوثية بسبب تحرير الشبوة والانتصارات المتتالية في الساحل ومأرب لقد ظنت ميليشيات الكهنوت الحوثية أن استخدامها المتواصل للمسيرات وأنواع مختلفة من الغام المضادة للأفراد سيمنع قوات التحالف من تقديم المساعدات بكل أنواعها للشعب اليمني لكن هيهات هيهات سترى أدوات الحرس التوري الإيراني الحوثية إن إرهابها سيرتد عليها وأن الشعب اليمني سيعود إلى محيطه العربي وستعود إلى ما وراء الكهوف التي أعتادت عليها الحوثية أهلي في العاصمة صنعاء ومن حولها إرهاب الميليشيات الإنقلابية العبر الحدود ودور إيران التخريبية في المنطقة موضوع حلقة هذا الأسبوع من برنامج أين صنعاء ونقشه مع ضيوفي بعد استعراض أهم ما جاء في منصات تواصل الجسمائي انتبع نشوف الآن تغريدة مهمة للعمير الروكل طارق صالح قائد المقاومة الوطنية رئيس المكتب السياسي يتحدث فيها عما قامت به ميليشيات الإرهاب الحوثية عما قامت وتقوم به ميليشيات الإرهاب الحوثية تجاه الشعب اليمني وتجاه المواطنين وتحاول أن تنقل هذا الإرهاب من داخل اليمني إلى المحيط العربي والإقليمي وباعتداءه على دولة الإمارات الأقربية المتحدة وتحديداً على مطار أبوظبي والمنشآت المدينية يقول عمير طارق في هذه التويتر على تويتر سيمعن الحوثي في إلحاق الأذى باليمن هذا العمير طارق صالح يقول سيمعن الحوثي في إلحاق الأذى باليمن واليمنين إن أنتصر فجراء منازلنا واعتقل شعبنا وإن هزم أرسل أدواته الانتحارية ضد الأشقاء جريمة اليوم ويقصد بها هنا الجريمة التي أسرف بها الحوثي ميليشيات إيران في اليمن مطار أبوظبي وإن هزم أرسل أدواته الانتحارية ضد الأشقاء جريمة اليوم وإن كان أثرها على أبوظبي هامشياً تؤكد للعالم أن إيران لا ترى اليمن سوى سلاح أذى في البر والبحر والجو ويجب قطع ذراعها الحوثية من بلادنا اليمن العزيز تحرير اليمن حرية اليمن السعيد نذهب إلى عدل نزيني في تغريدة أخرى في السيق ذاته نشوف ماذا قال عدل نزيني في هذه التويتر على حسابه في تويتر يقول ليس من بابا الصدفة تواجد محمد عبد السلام ناطق الحوثين في طهران ولقائه برئيسي يعني بإبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني والأمين العام للأمن القومي الإيرانيين بالتزامن مع الهجمات الإرهابية على دولة الإمارات تؤكد يقول هنا هذا يؤكد المؤكد أنهم خدام خدام بيت الخميني صدقت أستاذ عادل إدراج الحوثين بقوائم الإرهاب عبد الله آله تيلة يكتب تغريدة نقل من خلالها تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال المؤتمر الصحفي المؤخرا وخطابه الذي ألقاه مؤخرا والذي قال في هذا الخطاب تصريح مهم جدا وعلى ميليشيات الإرهاب الحوثية وأدواتها أن تدرك بأن العالم غير الموقف تجه هذا الإرهاب قال فيها الرئيس الأمريكي بايدن نعيد النظر فيما يخص إدراج ميليشيات الحوثية ولا ننسى أن بايدن للأسف الشديد هو من رفع ميليشيات الحوثية من قائمة الإرهاب بعد أن كانت إدارة الرئيس ترامب قد وضعت في هذه القائمة التوجيه الحوثي للإعلام عبد الناصر المملوح في تغريدة نشوف إش قال عبد الناصر المملوح في هذه التغريدة والتي كل هذه التغريدة طبعا تتحدث عن ما تقوم به ميليشيات الحوثية وعن خطاب عام موجه ضد هذه الميليشيات ومحارب لهذا الكهنوت الإرهابي العنصري الطائفي يقول هنا عبد الناصر المملوح هل صحيح أن محمد الحوثي اقترح على إدارات قنوات ميليشيات الحوثية أو ميليشيات الحوثية اللي هي المسيرة الهوية اللحظة إعادة بث بعض برامج قنوات الإخوان المسلمين بين قوسين الممولة قطريا ومنها بلقيس المهرة يمن شباب بل شدد على أنها أكثر أهمية من برامج المسيرة اللي طبعا يشاهد أنا لا أدعوكم الآن تشاهدوا مثل هذه القنوات حقيقة اللي يشاهد البلقيس اليوم يعرف اللي يشاهد يمن شباب يعرف اللي يشاهد قناة المهرية ومدر المهرة مدر زعطا مدر فلتا يعرف اتخذهم الكبير جدا جدا ما بين ميليشيات الحوثية ومحتوى هذه القنوات ورسالة هذه القنوات وخطابها ننتقل عنه إلى تقريبها أخرى للأستاذ سمير رشاد اليوسفي رئيس المركز الإعلامي في المقام الوطني بالساحل الغربي يقول هنا الأستاذ سمير رشاد الغام فردية مصنوعة في طهران والضاحية الجنوبية في بيروت يتم شحنها وتهريبها للحوثية داخل عبوات وكراتين خاصة اسمعوا اسمعوا هذا الكلام وكراتين وشاهدوا الصورة أيضا الصورة وثقتها ألوية العمالقة وثقتها في شبوة وشحنها داخل كراتين خاصة بالمساعدات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة وهي بالانفجار الهائل داخل عبوات وكراتين بالمساعدات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة وهي أصلا تذكرنا بالانفجار الهائل في أغسطس من العام 2020 في بيروت في المرفأ في بيروت لمخازن مكدسة بنيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت يستخدمها حزب الله في صناعتها يعني نفهم 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 الكراتين اللي بترسلها الأمم المتحدة تدخل فيها هي أميليشيات الحوثية ألغام عبوات ناسفة وألغام أفراد وألغام مضادة دروع وألغام قرى مثل ماهي ينصفوا قرية مثل ماهي ومدينة صغيرة مثل ماهي وكل هذا يمر عبر نظر الحبائب اللهم امتهد يؤني اعتداء الميليشيات على انتصار الحمادي نور الجروي تقول في هذه التغريدة بأن ميليشيات الحوثية تسأل تسأل أهلها أو أقاربها أو من يعرفها ميليشيات الحوثية قامت بحلاقة رأس الفنانة انتصار الحمادي بطاب صلاة صلاة حلقوا لها صلاة وتهديدات وانتهاكات وجرائم تحصل لانتصار الحمادي في سجون ميليشيات الحوثية اليوم هذه رسالة مهمة وهذا انتهاك خطير جدا طيب يا جماعة الخير أين الأمم المتحدة المرأة الشباب الأطفال وعندما تحصل جرائم لميليشيات الحوثية يقفلوا يلسق أمريكي على منتصار الحمادي اليوم تعاني بشدة في سجون ميليشيات الحوثية شوفوا هذه التغريدة وهي تغريدة مهمة وتغريدة في نفس الوقت مضحكة للأزمة التي أحدثتها واستحدثتها ميليشيات الحوثية فيما يخص المشتقات النفطية وهذه سلعة مهمة جدا للشعب اليمني رجعوا ونزلوها في باغات باغات مربوطة والباغة الواحدة بمئة ريال مثل السكريم اللي كنا ناخده ونحن في المدارس الأطفال كنا ناخد السكريم من هذا الأمانة ميليشيات الحوثية لأن حولت البترول والديزل والكيروسين والمشتقات النفطية التي تهم الناس ومدت الغزل المنزلي إلى سلعة واحد يكتب هذه التويتر ويقول فيها أيضا أنه تخيلوا الجديد في الأسواق كيس بترول بمئة ريال لو يزيدوا يثلجوه يقع مثل السكريم ويخلوا السيارة تلحسه مثل السكريم يلحسه يعني ما رأيكم هذا يعني ممارسة الحوثي ومحاولة ابتزاز الناس وممتاجرة بالقضاء مهمة تهم الناس والابتزاز المجتمع الدولي المهم الآن تقرير وبعد ذلك الناقش قضية رئيسية ومهمة جدا وهي الإرهاب الحوثي العبر للحدود معنا ضيوف إن شاء الله بإذن الله يدوروكم وتستمعوا منهم كلام في غاية الأهمية هنا في الأستوديو وعبر القمر الصناعية أرجوكم لتذهب بعيدا موسيقى لم يقتصر إرهاب الميليشيات الإرهابية على الداخل اليمني فحسب بل أن دورها الإجرامي هو عابر للحدود ويطال دول المنطقة تنفيذا للأجندة الإيرانية التخريبية وهو من عكس بشكل واضح بعد إعلامها مسؤوليتها عن الهجمات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي في حادث راح ضحيته ثلاثة أشخاص وأصاب ستة آخرين الأمر الذي يؤكد مدى تهديد تلك الميليشيات المنفلتة جراء إملاكها أسلحة بعيدة المدى ومخزونا من الطائرات المصيرة بمختلف استخداماتها وهي سابقة لم تحدث من قبل وفي هذا الصيق أجمعت المواقف الدولية المنددة بالهجوم الإرهابية على منشآت مدينة أبو ظبي على خطورة بقاء تلك الجماعة الكهنوتية كمصدر تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة إذ توفر إيران وفقا لتقارير دولية صادرة عن مجلس الأمن والأجهزة الأمنية العالمية مختلف أشكال الدعم العسكري والمالي للجماعة الحوثية في اليمن وتستخدمها كأذرع لها وورقة ابتزاز تهدد الأمن العربي وفي هذا الصدد أكدت دول عدة وقوفها بجانب دولة الإمارات ضد هذا الإرهاب الجبان ومنها السعودية ومصر والكويت كما تعهدت الولايات المتحدة بمحاسبة المتمردين الحوثيين بعد الهجوم على أبو ظبي هذا وتثبت الميليشيات السلالية تتابعة لإيران بأفعالها وبإعلانها مسؤوليتها عن الحادثة أنها المجرم الإرهابي المدمرة في اليمن وخارجه الاعتداء الإرهابي الحوثي وتهديد الأمن الإقليمي والدولي تهديد العالم تهديد السلم تهديد الحياة قصف المدن قصف المطارات قصف المدنيين قصف المدارس وصلت بها الجرأة إلى قصف مطار أبو ظبي أعيان مدنية مطار مدني حياة عامة مركز من مراكز الاقتصاد العالمي ومركز ذقل عالمي ودولي وصلت بهذه الميليشيات الإرهابية إلى التجرؤ إلى مثل هكذا إرهاب عابر للحدود لم يتوقف إرهاب ميليشيات الحوثية في اليمن ولكنه يطال المنطقة والعالم وعلى هذا العالم أن يتحمل مسؤوليتي في مواجهة هذا الإرهاب وكبت هذا الصوت وقبر هذا الإرهاب وإعادة الحياة الطبيعية لليمن واليمنيين والحياة الطبيعية للمنطقة بدل من أن تعبث بهذه الميليشيات الإرهابية العميلة والمرتزقة في إيران خلقاً خلقوا معنا معنا اليوم فقرة مهمة نتحدث فيها عن هذه القضية ونناقش هذه القضية شاركونا بالآراء وشاركونا بالاهتمام وشاركونا بهذه القضية والمبدأ العام والثابت الذي يجب على كل يمني وكل عربي أن يتحلى به ويتخذه كمبدأ ثابت في حياته مواجهة الإرهاب الحوثي وكل أدوات الإرهاب في اليمن والمنطقة الشيخ عبدالسلام الدهبلي أعضو مجلس النواب أعضو المكتب السياسي المقامل الطائم كلامي صح؟ نعم ومن العاصمة الرياض المستشار أحمد الدكتور أحمد الشهري المستشار الإلامي والباحث في العلاقات الدولية أهلاً سعلمك دكتور أحمد أتشرف الجميع أبدأ الشيخ عبدالسلام الدهبلي برأيك ما مدى التهديد الذي ممكن تشكله إرهاب الحوثي الموالي الإيران على الاستقرار الإقليمي والدولي بعد الهجوم على أبوظبي طبعاً هذا هجوم إرهابي جديد طبعاً الحوثيين يشكلوا خطر على الأمن القومي والعربي واليمني والمحلي يشكلون خطر على الحياة هؤلاء جماعة جاءوا من خارج التاريخ يفرضوا علينا أن نعيش ما قبل 1400 عام يعيدنا إلى أيام الجاهلية وأيام التأصب والسلالة والزبر طبعاً إنعكاسات ما يقري في القصف الخارجي إنعكاساته على اليمن ما فائدة أن يقصف مطار الإمارات أو منطقة معينة لينعكس بعدها 100 ضربة على اليمن إيش الانتصارات اللي يحققها بالضرب إنعكاسات على اليمن واستقرار اليمن وأمن اليمن والمواطن والضاك لا تضرب الأهداف المدنية خارج اليمن وإنما أيضاً في الداخل قبل يومين يعني قصفت مدرسة في مقبنة يتقاوز عدد طلابه 1400 في وقت الدوام الرسمي وهم يدرسوا أطفال أطفال يعني ذهب ضحيته أكثر من سبعة ثمانية شهداء أطفال وقرحة أثناء الدوام لو أنها قصفت بعد الدوام لقولنا تهويش أو تفجيع لكن هؤلاء لا أدري من أين مصيبة مصيبة حلت بنا لا أدري ما أعلن لش خارجنا ربي منهم ما نفعل طيب الفعل التحالف الآن شوف الفعل معروف معروف يعني التضحة الأمور والتضحة الرؤية عندما نأتي اليوم إلى ما يجب أن نواجه التحالف يعني أصدر قرار أو بدأ بخطوات إيجابية على الأرض بتحرق القوات المشتركة في شبه فلو أن التحالف أصدر قرار أو بد في هذا القرار وتحركت كل القبهات بما فيها قوات الساحل وتحركت نحو تعز نحو إب نحو من البيضاء من ذلك أنا أعتقد أنه لن نتيجة النتيجة لن نتقاوز شهر أو شهرين إلا وتحررة اللي ما نشوف ضربت يعني القصف القوي يجب أن يصاحبه مواقهات في الميدان قد ربما قد ربما يكون التحالف خذل خلال السنوات الماضية معنا مثلا على سبيل المثال خمسمائة ألف قندي لم يحركوا ساكنا خذلناها نحن كيمنين يعني سقطت شيخ عبد السلام خذلنا كيمنين الجيش الجهة الرسمية الحكومة لم نخذلوا اليمنين اليمنين بكل بيت وفي كل قرية وفي كل عزلة وفي كل قدرية بس من يمثلنا يتوقون إلى التحرير لكن يا أخي يعني ما ذنبنا أن هناك قيادات قيادات يعني خذلتنا وقيادات وهذه القيادات هي مدعومة من التحالف لكن يجب يجب على التحالف يجب على التحالف إعادة النظر في الدعم في الدعم وأين نوقعه الخطأ مش خطأي أنا كمواطن أنا أتوق إلى التحرير أنا حتى لو خلقت وصرحت مع الحوثي في منطقة معينة أو في مكان معين أنا مكره إلا من اضطر غير باغا ولا عدن فلا إثم عليه إلا من أكره وقلبهم وطمئنهم بالإيمان قلوب الناس وعقولهم في صنعاء وفي صعداء وفي حجة في صنعاء وفي صعداء وفي كل اليمن مع التحرير ليس ضد التحرير ومع التحالف ومع التحالف لكن عندما فلان يصرح أو فلان ذا اللي يصرح هذا اللي بالميدان ويصرح مع الحوثي هذا منتهك أكثر مني ومضطهد أكثر مني ومضلوم أكثر مني لكن خذلنا خذلتوا القيادة وخذلوا التحالف ونحن بحاجة لاتصحة أكيد لا شك يا شيخ أذهب للشاهد الدكتور أحمد شهري من العاصمة السعودية الرياض أهلا الدكتور أحمد مليشيات الحوثية السهلة في إرهابينا اليمن ومحيطه كيف يتم التعامل مع هذه المليشيات الإرهابية المتطرفة ووضع حد لها بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك أخي الكريم وإلى ضيوفه الكرام وإلى الأخوة والخوات المشاهدين الكرام أنا قلت في أكثر من منبر ومن ضمن هذا المنبر أن الإرهاب في هذه الفترة أو في هذا الزمن الذي نعيشه الآن على صوته وأصبح صناعة تدفع لها المليارات وتدار سواء في دول أو خارج الدول وهذه الصناعة الحقيقة انضمت إلى الصناعات السابقة مثل صناعة المخدرات وصناعة الإرهاب هذه ثلاثة الصناعات الحقيقة لم يشهد يوم من الأيام انتشارها ونموها وتمددها مثل العصر الذين عشوا الآن هذا الداء العضال العابد للقارات أصبح له دول تحتضنة منها إيران مثلا العراق أصبحت مبوئة بهذا الداء سوريا لبنان مبوئة اليمن مبوئة بهذا الداء رأينا في كثير من عمليات غسيل الأموال في أمريكا اللاتينية وفي أفريقيا وفي المناطق الرخوة في العالم حيث يكون الأمن ضعيفا هنا هذه المشكلة وهذا الموضوع ليس موضوع اليمن وليس موضوع السعودية أو الإمارات أو مصر وإنما هو مشكلة العالم بأكثره لأنه عندما تتحول هذه الآفة إلى صناعة عالمية لا يمكن القضاء عليها هل تم القضاء على الإرهاب؟ إلى الآن لا زال العالم يشكل التحالفات الدولية وكذلك المخدرات كيف؟ دكتور أحمد كيف نقضي على هذا الإرهاب الحوثي الآن؟ الآن هذا إرهاب مثل داعش كيف؟ جيد إذن آتي من هذا المقدمة إلى أنه أصبح اليمن ليس الإرهاب وليد الحوثي اليوم وإنما أنا أقلت أنه اليمن وانا قلتها في مقالة أنه اليمن السعيد انتهت هذه السعادة عام 285 عندما جاء أول شخص من هذه السلالة الإيرانية أبو القاسم الرسي الذي جاء وسطودنا في صعدة وبدأ في إيهام الناس أنه من آل البيت وأنه من المكون الرسول صلى الله عليه وسلم وبدأ يغرر بالناس ومنذ ذلك الحين عام 285 إلى اليوم واليمن لم يعد سعيدا طيب يا دكتور أحمد مئات الحروب ومئات الأزمات حصلت فيه تقول لي كيف يمكن القضاء عليه القضاء عليه مثل ما تفضل عندك الشيخ في الاستوديو أنا أتفق معك أنه لا بد أن يكون هناك مقاومة على الأرض لا بد أن يكون هناك تكاتف للحراب اتفاق الرياضة الذي وحد الشمال والجنوب اتفاق الرياضة الذي بشقيه العسكري والسياسي تحرك الجبهات متزامنة في آن واحد ولا أقول جبهة دون أخرى أيضا دعم شيوخ القبائل ودعم المواطنين بالسلاح والذخيرة والأموال وأهم من ذلك كله وأيضا تضرق له ضيفك الكريم هو تنظيف المجتمع أو تنظيف القوات المسلحة وتنظيف القيادات العسكرية وخاصة في الشرعية الحقيقة من أصحاب الولاءات الحزبية الولاءات المذهبية الولاءات القبلية الولاءات المالية المال الذي يأتي من الخارج ويخترق كل هذا كان هو هو الذي أعطر الحوثي القوة وليس اليمن يوم القوي يا دكتور أحمد ما رأيك كيف يتم تنظيف المؤسسة أنا طبعا أدعم الشرعية كمواطن أنا أقولها صادقا كيف يمكن تنظيف هذه المؤسسة لا أقول تنظيفها أقول تصحيح وعذروني أقول تصحيح كيف يمكن تصحيحها ابتداء من مكتب الرئيس ووصولا إلى وزارة الدفاع ورئاس يعني والجيش وفروع الجيش ومناطق الجيش كيف يمكن نحن بحاجة الآن إلى تصحيح لكي نواكب توجهات التحالف العربي ونواكب أيضا نداءات الشعب اليمني في الداخل في صنعة وفي صابة وفي عمران وفي ذمار وفي أب وفي المحويت وفي كل منطقة يبحثون عن التحرير من ميليشيات الحوثية كيف يمكن أن نواكب هذا هل ممكن بضغط من التحالف العربي هل يمكن بضغط من الشارع اليمني ما الذي نحن في الواقع نبحث عن آفاق سؤال مهم يا أستاذي سؤال مهم بالنسبة للتحالف العربي وأنا أقول ذلك صادقا ومن مصدر موثيق أنه ليس له تلك القدرة أو الصلاحية أنه يتحرك أو يتصرف في الدولة لأنه الدولة اليمنية هي جاءت لما يقع بسعودية ضيف ضيوف علينا صحيح ولذلك صعب أن يؤتى إلى الرئيس أو إلى النائب أو إلى شخص يقول افعل هذا أو لا تفعل هذا أو ضع هذا أو افصل هذا هذا لم يؤثر عن المملكة العربية السعودية ويقول هذا أنه المملكة العربية السعودية لا لها أي صلاحية على الشرعية لكن الشرعية هذه هي منتخبة وأعتقد أن الشعب اليمني هو الذي انتخبها ويستطيع الشعب اليمني سواء كان في البرلمان أو كان في الشارع اليمني أن يطالب بهذه التصحيح ومثل ما تفضلت الإدارات حول العالم تصحح سواء العربية أو الأمريكية والروسية كل العالم يذل لابد من عملية تصحيحية تقول لماذا تصحيحية لأنه ثبت خلال السنوات الماضية أن هناك خلل عملية تسليم الجبهات بالليل عملية تسليم المحافظات مثل البيضة والجوف وحجور وجبهة نهم الأسلحة التي تعطى للجيش ثم نجدها بكرة مع مليشيا الحوثي الانقلابية الأموال التي ذهب إلى مليشيا الحوثي الانقلابية الخيانات الحقيقة هذا يستحق أو يلابد من عملية تصحيحية ولا قلتها والله عشرات المرات أنه لابد من دفع بقدرات ميدانية وطنية تكون همها فقط اليمن الدولة والوطن وليس همها القبيلة أو الحزب أو الشخص وأنا ضربت مثالا على انتصار شبوة بألوية العمالقة الجنوبية هذه الألوية الحقيقة التي ليس لها أهداف ولا إية ولا حزبية ولا مناطقية ولا مذهبية ولا مالية القوة المشتركة قدمت صورة العمالقة بالفعل العمالقة للأمانة قوات بطلة وبالفعل يعني محترفة وتحمل قضيات ومعهم أيضا المقاومة الوطنية والقوات التهامية في الساحل الغربي للأمانة هذه رافعة مهمة جدا من روافع اليمن وفي الخندق الأول في الدفاع عن اليمن والدفاع عن عروبة اليمن وعن قضيات وعن القرارة الدولية أيضا ومحاربة ميليشية الإرهاب السبب اسمح لي دكتور أحمد عد هنا للشيخ عبد السلام الدهبلي وهو عضو المكتب السياسي المقاومة الوطنية في الساحل الغربي ياشخ عبد السلام دور قوات المقاومة الوطنية القوات المشتركة في الساحل الغربي في عملية التحرير وأيضا الإشكال الاقتصادية الحاصلة الآن كيف يمكن نحلها شوف النسبة للمقاومة الوطنية القوات المشتركة هي الاسم الجامع للمقاومة الوطنية وحراس الجمهورية والمقاومة التهامية والعمالقة عندما وقهت التحالف أو بقرار من التحالف قرار صادق وفي الاتقاه الصحيح لقوات العمالقة بتحريض مناطق معينة من شبواء والاتقاه إلى مارب المقاومة الوطنية أيضا ليست عاجزة وهي بنفس الكفاءة بل وقد ربما تزيل عن العمالقة هم في تحت القوات المشتركة هم قوة محترفة كلهم لماذا لا توجه القوات المقاومة الوطنية نحو تعز وتحرير تعز أنا أعتقد إذا تحركت هذه القوة فإنها ستستقبل في بداية كل مديريه في تعز وفي إب وسيستقبلونها الجميع لأنها قوة حققت لم تحقق انتصار على الأرض فقط وإنما عسكريا وإنما تنمويا وإنسانيا تنمويا وبناء وتنمية في كل المقالات وقدمت الموذك الأفضل لأنه اليوم في معانا باليمن أربعة مشاريع مشروع الانتقالي وسبب ذا مشروع الجنش الوطني مشروع الحوثيين لكن مشروع المقاومة الوطنية والمكتب السياسي المقاومة الوطنية قدم مشروع أفضل وهذا هو النجاح التقدم ليس انتصار وإنما النموذج الذي يقدم هو الانتصار أما التقدم فهو مقرر اختبار في ملاحظة هنا في ملاحظة مقرر التقدم لحظة جملة اعتراضية التقربة هذا من ناحية هذا من ناحية الرئيس المجلس الانتقالي عدرس الزبيدي للأمانة كان حواره مهم جدا في الحدث في الأسبوع المفاعد مع ما قال لسوء ضد ما قال أنا أقصد أنه كان كلامه مهم جدا أنه توحدوا الجبهة لصنعه وإحنا معكم وأنا قلت قبل قليل يجب أن نوحد الجبهات هنا كل مشروع يجب بحاجة إلى دراسة بحاجة إلى دراسة التحالف وعلى سيمة السعودية أعطت عطاء من لا يخشى الفقر بدون منافس ولكن لكن أقول أن معظم هذا الدعم يعني ذهب إلى أستثمره في تركيا وفي غير من الدول يعني وقه أعطت عطاء من لا يخشى الفقر لكن ينقصه قليل من التوجيه والدراسة أشوف عندما وقه الدعم دعم ألويات العمالقة وغيرها حرروا ونحن أشوف الشعب اليمني كله كله الشعب اليمني يتوق إلى التحرير لسنا من هوات العبودية للسلالة ولا للكهنوت مثلا تجد كله يقوم بدوره أنا أنا كعظو مجلس النواب أو مجلس النواب نحن بحاجة إلى العودة إلى الخارج نحن بحاجة إلى تأمين بقعة أرض للعودة إلى أرض الوطن لنحاسب ونعاقب ونراقب ونوقع ونفعل ونشتغل ونحيا ونموت داخل أمن لي منطقة معينة لأقوم بدوري البرلماني والتشريعي والسياسي والرقابي ونعود جميعا نحن في وضع اليوم ننتقر من الخارج ندور من الخارج نحارب بالفيسبوك من الخارج من غرف الفنادق من الشقاق بالقاهرة أو بالسعودية أو بكل مكان نحن بحاجة إلى العودة الجانب الاقتصادي تلحين أنا عندما أأتي أنا كعظو برلمان أو كصحفي أو ذلك أنتقد ممارسة رئيس الوزراء أنه يفعل أنه الرقل في الميدان يواقع يخطط معه مصفوفة وطنية يدعو إليها أو يتوقع لها نحن لحظة يجب أن ندعمه في هذا التوقع رئيس الوزراء أن نكون معه في هذا التوقع عندما نأتي اليوم رئيس الوزراء يقول لك الإرادات في مارب لا تورد في شبا لا تورد في الحضرامات لا تورد وأنا أشتي منه ينقص الدولار أشتي منه الرقل في معركة اقتصادية ومصفوفة فعل زيارة مكوكية للمملكة العربية السعودية والتقى مع قيادتها للإمارات والتقى مع قيادتها إلا أن هناك أقلام لماذا ذهب الإمارات لماذا لح كذا يا أخي هذه الأقلام تعودنا عليه من أين تكتب من الوراء الرقل راح هناك وهناك وهناك وعاد إلى ينقالي سؤال يا شير لا لحظة وعاد إلى أرض الوطن يكافح يحارب يضارب هناك ونحن ما فيش معنا إلا الأقلام التي تكتب من الشقاق والفنادق لماذا راح لماذا الدولار قد كان بألف سبع سبع الآن رقع على ألف رقع على ألف رقع على ثمانمين رقع والآن إذا لم نصطف معه في هذا إذا لم نكن جميعا كيمنيين مصطفين خلف هذا الرقل أو خلف الحكومة أو خلف ذلك ونتوقف هذا الاتقاس صحيح وندعو الأشقاء في التحالف إلى أن يصبوا يصبوا دعمهم بعد دراسة في المكان الصح مثل ما مثل ما هو الآن لن ننتصر على الحوثين بالطيران إذا لم يصاحب هذا الطيران نرجع الزادي زح اقتصاديا زحف اقتصادي وزحف شأن ميداني أنا أدعو التحالف إلى أن يصدر قراره لكل القبهات خصوصا في الساحل الغربي يتوقعوا لحظة إحنا قد أحرقون إحنا معنا خمسمائة ألف قندي على مسالم يطمعوا شيء خمسة ألف من الأمالقة أحرقونا وخمسة ألف من المقامة الوطنية سيحرقونا وسيحروا أرجوك يا شخص السلام أرجوك اسمح لي الدكتور أحمد الشهري طبعا الوقت أزف الفقرة هذه هي قصيرة ما هي وجهة نظرك فيما يخص القوى الوطنية التي تواجه ميليشيات الحوثية دعنا نقول دعنا نقولها المؤتمر الشعبي العام التجمع اليمني للإصلاح الحزب الاشتراكي اليمني الحزب الناصري المستقلين الأكاديميين المثقفين المشايخ القبيلة ماذا تقول لهؤلاء في هذا الضرف الذي يمر به شعبنا اليمني في مواجهة ميليشيات الحوثية وأدوات إرهابية تعتمر بأمر فارس أحسنت سؤال مهم جدا والسؤال أو الكلمة الدائمة اللي نقولها هو أن هذا هو وقت توحد الحراب وتوحد القلوب تجاه الهدف الرئيسي وهو كسر ميليشيات الحوثية الانقلابية هذه الميليشيات الحقيقة هي عدوة للجميع وأن تحالفت مع هذا أو هذاك أو اتفقت في الليل مع هذا أو هذاك وفيه هناك أعلم أن هناك بعض التخابر في كثير من الكيانات لكني أقول أن ميليشيات الحوثية الانقلابية وفق التعليمات الصادرة لها من إيران هي عدوة اليمن هي لن ترحم أي مكون وستاكل الجميع وأن شجعت كيان ضد آخر وأن حاولت أن تترك المجال لجهة الجون أخرى لكنها يتريد أن تسيطر على اليمن بتعليمات من طهران المطلوب هو توحد كل هذه الحراب توحد كل هذه القلوب توحد كل هذه الكيانات توحد كل هذه الفئات إلى أن يتم كسر ميليشيات الحوثية الانقلابية ودحر المشروع الإيراني هو ليس مشروع حوثي الحوثي هو أضعف من أن يقيم المشروع الحوثي هو لا يملك حتى القوة العسكرية التي نشاهدها الآن وتستهدبها السعودية وتستهدبها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة هذه كلها ترسانة إيرانية جاءت بالتهريب والهدف منها هو إقامة مشروع في اليمن إحباط هذا المشروع وكسر هذا المشروع الذي بدأ من عاصفة الحزم إلى اليوم هو مسؤولية الجميع بدون استثناء الدول العربية واليمن بالذات وكل طوائف الشعب اليمني وكل فئاته مطلوب منهم التوحد لكسر هذا المشروع بعد زوال هذا المشروع واستعادة الدولة اليمنية وكما أقول أنا ويقول الكثير اليمنيون هم معنيون باختيار شكل البلد أو شكل الدولة أو شكل النظام الذي يحكمه مستقبلا إذا أرادوا دولة واحدة إذا أرادوا دولتين إذا أرادوا كونفدرالية من ستة أقاليم أو من إقليمين هذا لن يتدخل أحدا في الشعر اليمني لا السعودية ولا الإمارات ولا أي بلد آخر المقلوب الآن هو توحد الجميع توحد الجميع في مواجهة ميليشية الإرهاب الحوثية التي تستبد وتحاول استعباد الشعب اليمني وتهديد جيرانه والمنطقة والإقليم والمياه الدولية ومضيق باب المندب شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد الشهري المستشار الإعلامي والباحث في العلاقة الدولية كنت ضيفا عزيزا علينا من الرياض الشيخ العزيز والقدير والمناضل عبد السلام الدهبالي عظم الجس النواب عظم المكتب السياسي في المقامة الوطنية شكرا جزيلا لك نورت وشرفت أشكر جزيلا لكم أرجوكم رجاء خاص ابقوا معنا فقرة مهمة جدا سنتحدث فيها عن حقائق في غاية الأهمية حتى حول مستوى من يقوم باغتيال الكتاب والأدباء المهمين في تاريخ اليمن والذين يكشفون ميليشيات الحوثية فقرة مهمة وقصيرة لا تذهبوا بعيدا كونوا معنا عزمتنا بشقة النفطية واغتيالات الصحفيين والأدباء والكتاب والمتنورين واختطافهم واختطافهم قصريا وترهيب أسرهم وعوائلهم وابتزازها ماليا وجرائم يندى لهجبين الإنسانية كلها العالم كله يجب أن يقف على ساقن واحدة لمدة سنة كاملة حتى يحر بناء الشعب اليمني من ميليشيات الحوثية الإرهابية وما تقوم به بحق الشعب اليمني يصيروا قرية يخطفوا هذا يصيروا قرية يفجروا هذا البيت يصيروا قرية يفجروا هذا المسجد يخطفوا هذا من السوق يخطفوا هذا من المدرسة يذهبوا إلى جامعة صنعة وكل يطبطب تخيلوا كل الطب يا جماعة الخير أول منبر في اليمن يعني دمرتوا ميليشيات الحوثية وصارت تضربة طلاب والطالبات بالعصي وتخطفهم في جامعة صنعة هزلت والله هزلت على العموم رحبوا معي هنا بالأستاذ العزيز عادل السبائي وهو كاتب ومحل سياسي وناشط سياسي أيضا أهلا وسلم بك أهلا وسلمك لماذا يحصل يا أستاذ عادل بما يخص المشتقة النفطية يعني كل يوم تعمل ميليشيات الحوثية أزمة فيما يخص المشتقة النفطية والغاز المنسلي أولا أستاذ العزيز أشكرك جزيلا وأشكر قناة الغد المشرق على هذه الاستضافة الطيبة يا أهلا وسلم بك أهلا وسلم الذي حاصل في صنعاء أن ميليشيات الحوثية سخرت جميع القطاعات الاقتصادية التابعة لوزارة المالية في صالح حربها المشؤومة عملت قناة استخدمت كل استخدمت كل وسيلة من وسائل الإرادات لصالح الحرب من ضمن هذه الوسائل كانت استخدام القطاع النفطي لتموين الحرب لتموين الحرب اختلق تحاول قدر المستطاع أنها تعمل أزمة في المشتقات النفطية لتبيعه في السوق السوداء من أجل تمويل الحرب من أجل تمويل الحرب من أجل تمويل الحرب والطيرة مانات صحابها والقصور والفلال ضياء نعم حتى لو توفرت المادة النفطية في داخل تخفيها مادة في داخل مدينة صنعة تحاول على إخفاءها لتنعش سوقها السوداء تحاول أن تحتجز قاطرات تعسفية في مداخل عفار والقوف وتعز و صنعة وديدة وتعز في هذه المداخل تحاول تحتجز القاطرات الأسبوع الأسبوعين رغم أنهم يدفعوا مع عليهم الضرائب وقمارك وكل دعاقة لكن هنا في حالات تستخدمهم في غرض عدة هنا أولا أنها تستغل أصحاب القواطر لدفع إتاوات تستخدم أصحاب المحطات في دفع إتاوات أخرى إضافة إلى أنها وهذا الأهم من الموضوع أن حتى تختلق أزمة أو أن حتى تقف معنا في اليوم حتى يقف النفط داخل المدينة أو تقف المشتقات النفطية من المحطات وبالتالي تلقي الناس يستلقوا لأيام يناموا حتى في المحطات يناموا في المحطات ويتبهذلوا ويتركوا شغالهم وبيوتهم وعوائلهم وشغلهم بالضبط هنا يزداد الطلب بشدة على المشتقات النفطية ويضطر الناس أنهم يذهبون إلى السوق السوداء يشتروا بكم ما بتفرضوا عليهم مليارات الحوثية بالضبط وهنا تدخل المليارات الحوثية المليارات من السوق السوداء من السوق السوداء بالرغم أنه التحالف سمح تدخل الحديدالة تدخل أيوة التحالف سمح لل الجانب الإنساني هنا شغال في الجانب في التحالف خصوصا ماش أي مشكلة فاتح السفن النفطية إضافة إلى في حاجة فقرة معينة في نفط يأتي من من إيران النفط هذا وين يتطرح وين يتطرح النفط هذا مقاني يعتبر مقاني للحديدة للحديدة هذا يعتبر مقاني للحوثيين للحوثيين يعتبر هذه صفقة مقانية بالخفاء يدخ بالخفاء لا حتى التحالف اسمح لهم يدخلوا التحالف سمح لهم يدخلوا قال ليه نفط قال ليه نفط قال ليه نفط يسمح لهم يدخلوا يعتبروا مساعدات إنسانية بس أي جانب إنساني يصار على النفط الإيراني أو التحرف ما يسمعش بس ربما تهربوا إيران تهريب تهريب أو ربما حسب التهريب هذا يعتبر مقاني وهذا يباع في السوق السوداء كل هذا يباع في السوق السوداء لخدمة الحوذي في خدمة الحوذي وفي خدمة تموين الحرب لتموين الحرب هذا اللي حاصل معنا فيديوهات من صنعها يا أستاذ عادل فيديو من صنعها حصري للقناة يوثق ما الذي يحصل في المحطات وكيف الناس يتعذبوا في المحطات وكيف حياتهم وكيف وصلوا إلى مرحلة مأساوية جدا بسبب ما تقوم بميليشيات تخيل يعني تكون في باب اليمن والبترول موجود في المحطة تنتقل لحزيز صف السيارة معكا فيها بترول قل تقول تعبه من الطريق توصل حزيز ما فيش بترول توصل دورة نارس ما فيش بترول توصل دمر ما فيش بترول وهكذا هل الآن السوق السوداء تنتعيش على حسب المواطن يعني المواطن أولا أولا الحرب سخرت لها كل القطاعات الاقتصادية كما سبق سالب أن ذكرنا سابقا وبدل ما تذهب إلى وزارة إلى البنك المركزي وبالتالي يكون رواتب للموظفين الغلاب المساكين الموظفين لا هذه تروح في الحرب كمان ما تكتفيش بهذا يعني خلاص قدوم عايشين بلا رواتب لا كمان تتمعن في تأذيبهم وتوغل يعني تستمتع وتوغل في الحقد على هذه الطبقة كمان تستخدم النفط هذا كما ذكرت كمان مريد لتغذية حربها لتغذية حربها وكمان تضرب المواطن يعني مش ضرب هناك ضرب والمواطن ساكت وكمان المواطن المواطن مغلوب على أمره المواطن مغلوب على أمره ما مفروض يعمل المواطن المواطن يفترض أنهم يخرجوا للساحة يخرجوا عبر عن نفسه لكن ما يقدرش لو تخيل أنه في كل بيت في كل مخبر يعني تقريبا تخيل أنا أنا في قصة حصلت في واحد يكلمنا هنا أي في واحد قضيفي قل معروف من الجماعة الحوثية قل قضيفي وقال يسنو يتكلم ويحاول يدخلني في قرقرني في كلام وحاطت القوة وحاطت القوة لسجل لا تخافوش أرجوكم لا تخافوش هذه جمعة إرهابية حاطت القوة للتسجيل يعني أصبحت هذا أسلوب أسلوب الهابطين السقط أسلوب أسلوب مش محترمين نعم صح ولا لا نعم نعم ولا هو أسلوب سلطة تحترم نفسها وتحترم دستور وقانون وحياة الناس وكرامتهم وحرية والتهمة قاهزة أيوه التهمة قاهزة يعني أنت أنت طيب لو خرجت لو قلت لا يا رجل ما احترموش حريم ما احترموش نساء يقتحموا البيوت ما احترموش أكيد لا والمجتمع مقصر حتى الطفولة انتهكت في حق هذه في ظل هذه الجماعة والمجتمع مقصر المجتمع الدول المجتمع المحلي المحلي والدولي المفروض يواجه المجتمع المحلي ما يقدرش لكنه فعلا تحتاج تضحيات تحتاج تضحيات وأي حرية في الدنيا وكمان نحن يجب علينا أن نقدم نموذك يجعل الناس أصلك في المناطق المحررة في المناطق المحررة طيب اسمح لي يا صدقاء فيما عندي سؤال مهم جدا سأل وأنا قرأت لك مقال مهم في غاية الأهمية نعم اغتيال الأديب والكاتب الكبير والناقد محمد ناجي أحمد ما الذي حصل له في منطقة الحوبان في تعز التي تسيطر عليها ميليشيات الإرهاب الحوثية تفضل مؤسف قل لنا قل لنا وقل المشاهد مؤسف جدا أولا أحب أن نوضح أولا أن الأستاذ محمد ناجي أحمد من الكتاب العميقين النادرين الذين طالما كنا نبتخر بأن اليمن تحوي ناس من هذه ما حصل الله الأستاذ محمد ناجي أحمد كاتب عميق وناقد لا ذع الأستاذ محمد ناجي أحمد كان ينتقد الحوثي نعم كان عايش وسطهم في داخل صنعاء و عايش وسطهم في داخل صنعاء وبنفس الوقت لا يخاف يكتب ينتقد وكما في معه منشورات للمشاهدين أقول له يدخل صفحات الأستاذ محمد ناجي أحمد ويقرأ كتاباته وبتعرف من الذي قتله الأستاذ محمد ناجي أحمد ما كانش إنسان عادي حتى أنها تختطف كيف قتل؟ كيف قتل؟ باتطر الوقت ضيق الوقت ضيق المخرج يقول انتهى وقتنا أوكي طيب بس المقرأة هذه مهمة الموضوع هذا مهم الأستاذ محمد ناجي أحمد أنا أستي وصل لك فكرة بأنه الأستاذ محمد ناجي أحمد تم اغتياله تم اغتياله في منطقة الحوبان لأنه أولا الأستاذ محمد ناجي أحمد ما كان إنسان عادي كما قلت لك لهذا لهذا يعني الوقت شفت الوقت لما يخنق الواحد عملت على تكميمه وإسكاته وإخراسه إلى الأبد إلى الأبد إلى الأبد السرعة الأستاذ محمد ناجي أحمد في بيان حملت الحوثي مسؤولية حياته في حاجة أحاول أكلمك فيها أنا أكلمني بنفسي اليوم واحد من الشباب من طلاب كلية الإعلام قال والله يا أستاذ عادل أن أنا سمعت لأذني هم يقولون له يتخلصوا منه صفوه الحوثيين الحوثي واحد قياده حوثي وسمه بالإسم قال صفوه أنا سمعته قال لأذني ما اسم القيادة هذا هذا يكون أقدر يقولك أن لا أقصر القيادة الحوثي اللي قال صفوه مش الشخص اللي قال لك عن اسم القيادة الحوثي لا هذا اسمه هذا صلاح الدين الدكاك أوه الصحفي الصحفي صلاح الدين الدكاك بهذا بهذا اللفظ يقول لي يقلهم صفوه أنا يكلمني قال هذا شهادة بأشهدها ولذنمتي قال لأن أولا الأستاذ محمد ناقي أحمد الأستاذ محمد ناقي أحمد تكلم حاولوا بقدر المستطع معاه على أساس يقيروه اللي صالحهم أو اشتغل صالحهم وكان عن طريق صلاح الدين الدكاك عن طريق صلاح الدين الدكاك وكانوا يحاولوا يقنعوه بأنه يكتب لصالحهم لكن الأستاذ محمد ناقي أحمد كان حر واسم كبير واسم كبير وصعب أنه يشتغل يروض مع هذه الجماعة يطبل صعب صعب لقوا فرصة بأنه نازل على الحوبان بالمتر شكرا لك عادة ثمروري شكرا لك الأستاذ القدير عادل السبعي شكرا لك كاتب صحفي ومحلل وناشط سياسي شكرا لك شكرا لكم هذه مواجع مواجع ومعاسي وأحزان ستترك مجوبا في قلوبنا وتترك قلوب كثير من الناس كخيرق بالية بعد رحل هذا الطاعون الحوثي وبحاجة إلى ترميم وإلى سنوات لكي نعيد ترميم حياتنا ومدنيتنا وكرامتنا وتفاؤلنا وتطلعنا للحياة وشراكتنا في الوطن الذي اسمه اليمن وشراكتنا في صنعاء التي تحتلها اليوم ميليشية الحوثية وبقية المحافظات لكن لا نيأس قاتلوا محمد ناجي أحمد وقتلوا علي عبدالله صالح وقتلوا كثير من الضباط وكثير من الكتاب وكثير من الصحفين المختطفين لدى ميليشية الحوثية لكن الحياة لا تموت وعجلة الحياة لا يمكن أن تتوقف والشعب الإيماني ولاد والشعب الإيماني قادر على مواجهة الإرهاب وتثبيت الحياة الطبيعية والمدنية أرجوكم تواصلوا معنا عبر رقم الهاتف الذي يظهر أسفل الشاشة الأسبوع القادم أراكم بخير وعافية في قضايا جديدة دمتم في رعاية الله وحفظ